اشتركوا في القناة فاليمنيون يدركون تماما خطورة الميليشيات الحوثية وحقيقتها وانها مجرد اداة وذراع ايراني بحث في المنطقة ومنطلقه الجمهورية اليمنية ولديه اهداف فكرية وعقائدية وسياسية واسكرية تتعارض مع الهوية اليمنية ومع العروبة بشكل عام يدرك اليمنيون حقيقة هذا المشروع الخبيث مهما حاول ان يتدثر بالمناسبات الدينية او يتغطى بجماهيرية مزعومة لا يدرك البعض منها وحقيقة هذه الجماعة او ان البعض الاخر ايضا غرر به او ان البعض طر للمسايرة في ظروف معينة هذا الادراك يجعل اليمنين امام خيار وحيد وهو معركتهم الشاملة مع الميليشيات الحوثية سياسيا وفكريا وعسكريا وامام هذه المعركة التي انطلقت بعد ان فرضتها الميليشيات الحوثية باقتحامها للعاصمة صنعاء والمحافظات سواء قبل ذلك او بعد ذلك هذا الفرض الميليشيوي لادخال اليمن في حرب اهلية منذ ست سنوات او اقل من ذلك بقليل يحتم على اليمنين النظر بعين المراجعة الى الفترات الماضية التي قد مرت من تاريخ هذا الصراع وضرورة تفعيل الاداء السياسي والعسكري وكذلك الاداء الفكري في مواجهة هذه الميليشية التي تبدو انها تستقي كل توجيهاتها واوامرها وخبراتها من المشروع الايراني وحزب الله وغيره من الميليشيات في المنطقة وتحاول ان تحرث الارض وتقليبها من اجل جعلها صالحة لهذا المشروع هذه المراجعات وهذا التفعيل فكريا وسياسيا وعسكريا هو موضوعنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن يسعدني ان اناقش هذا الموضوع مع ضيفي عبر الانترنت الاستاذ فيصل علي والدكتور فيصل علي رئيس مركز يمنيون للدراسات دكتور فيصل اهلا وسهلا وطابة اوقاتك بكل خير مساء الخير اخي مختار اهلا وسهلا بكم وبكل المشاهدين الكرام تحية طيبة لك دكتور فيصل وفي اطار موضوعنا سنحاول ان نفرد لكل نوع من انواع هذه المعارك مع هذه الميليشيات مساحة ابتداء بالسياسية ثم العسكرية ثم الفكرية وان كانت الفكرية اكثر اهمية لكن في ضوء الواقع السياسي مبعوث امم يتحرك بدون هوية وبدون وجهة وبدون رؤية متجاوزا للقرارات الدولية ويقدم ما يسميها بخطة الحل الشامل متجاوزا بالواقع ويدعو الى وقف اطلاق النار ولا اكثر من ذلك وهناك رفض لهذه الخطة ومعاولة لعادة مراجعتها بينما الحكومة الشرعية وفئاتها المختلفة تحيش واقعا سياسيا داخليا مختلفا كيف تقيم الواقع السياسي اولا المبعوث الدولي الذي فشل في تطبيق الحل الجزئي والخطة الجزئية التي وضعها في استوكولم لما يتعلق بالحديدة كيف اليوم يطالب بتمرير خطة شاملة وكبيرة لحل القضية اليمنية وهو لم ينجح في خطة جزئية على الشرعية ان تتعامل بكل وضوح مع هذا المبعوث الدولي وتتعامل بكل شفافية سواء مع الجمهور اليمني وتطيعه على كل الامور وايضا عليها بكل وضوح وطالب لهذا الكثير من الناس ان تطالب باستبدال هذا المبعوث الدولي لانه يعني يتدخل في شؤون يعني اكبر من عندما ذهب الى مقرب يريد من قيادة مقرب تسليمها للحوثيين وعندما اوقف عملية تحرير الحديدة هذا المبعوث الدولي يشتغل ضد مصلحة اليمن ويشتغل ضد مصلحة السلام في اليمن لذلك على الشرعية تكون واضحة في التعامل معه وكذلك على التحالق لماذا كل هذا يعني هذا الصمت وهذا الصبر على مبعوث دولي يريد ان يمرر مشروع ميليشيات هذا يعني هذا الجريفت ومكتبه ومجموعة العمل التي تكتب له التقارير يتعامون عن كل ما يحدث في اليمن لا ينظرون الى المهاذر التي تحدث كل يوم لا ينظرون الى شوارع صنعاء وهي مطلية باللون الاخضار لا يريدون قراءة المشهد السيوقراطي في اليمن يحاربون السيوقراطية في بلدانهم ويأتون الى اليمن يريدون نظاما كهنوتيا سيوقراطيا لا يعترف لا بقانون ولا بدسور ولا بمدنية ولا يعترف اصلا بالمنظمات الدولية ومع ذلك يريدون تمرير هذا المشروع ولذا على الشرعية ان تتعامل مع هذا المبعوث بحزن يكفي صمت ويكفي مقاملات على حساب القضية اليمنية نعم على الشرعية ان تعيد تعاملها او نظرتها او يعني سلوب ادارة هذا المبعوث للقضية والملف لكن دكتور فيصل الا ترى بان الواقع السياسي الذي تعيشه الشرعية داخليا والخلاف الذي نشب بعد احداث عدن لم يؤثر ذلك الضعف السياسي على الموقف السياسي الخارجي كيف هي العلاقة بين الموقف السياسي الداخلي والموقف السياسي الخارجي بكل تأكيد اضعاف الشرعية من قبل بعض القوى التي يراد يراد لها ان تتسلق على ظهر الشرعية كالمجلس الانتقالي الذي يراد ان يكون يعني يراد له ان يكون قذل من هذه الشرعية بما يخدم مصالحه ويخدم مصالح من يقفون خلفه وليس عليه اي التزامات ما زالت الحكومة ضعيفة بسبب الانقلابات وبسبب الانطلابات التي احدثها سواء في سقطرة او في عدن او في غيرها من المناطق اليمنية التي يتواجد فيها تنفيذ الشق السياسي من انتفاق الرياضة الاخير بدون الشق العسكري هذا هو ايضا اضعاف للشرعية الشرعية اليوم اذا كانت تستطيع ان تلملم صفوفها وتلم هذا الشعاف وتقدم تنادلك لهذا الطرف او ذاك يجب ان يكون ذلك كله لخدمة القضية اليمنية والخدمة الملف الداخلي والخارجي لا يقل هذا الملف عن ذاك وهو ملفان مرتبطان ضعف الشرعية واداءها في الداخل ينعكس على ضعفها واداءها مع الممثل الدولي ومع المجتمع الدولي بشكل عام اذا تخلصت من وقع في احد الملفين وهو الملف الداخلي اذا تخلصت من اشكالياتها وقومت اعجاجها في هذه المرحلة واستطاعت تجاوز هذا الاختبار الصعب ستنجح في التعامل مع الملف الدولي ومع المبعوث الدولي لليمن هناك تحركات مبذولة في اطار تجاوز الضعف الداخلي السياسي الذي صنع اصطناعا وافتعل افتعالا حتى يتم ايضا حتى يكون الموقف السياسي الخارجي ايضا قوي لكن برأيك لماذا تسير هذه المحاولات لمعالجة هذا الضعف ببوطء شديد ربما قرابة السنة والسنتين لقضية مثل احداث عدن واتفاق الرياض اتفاق الرياض تريد المملكة العربية السعودية يريد التحالف تمرين هذا الاتفاق وهو اتفاق عليه جهد نظر لكنه مع ذلك اذا استطاعوا ان يخرجوا بماء الوجه جميعا من هذه الورطة ربما انقذوا الوضع في اليمن والوضع في اليمن ينعكس ايضا كما قلنا ونقول مرارا وتكرانا على الوضع العربي على السعودية على الامارات على كل دول المنطقة لا يفتكر احد ولا يعتقد ان ضعف اليمن وبقاء هذه الحالة في اليمن سيعود بالخير عليه هنا او هناك ضعف اليمن هو ضعف للمنطقة الخروج من هذه البوطقة ومحاولة تقوية العناصر الافصالية وتقوية موقفها ومدها بالدعم اللازم سياسيا وعسكريا هذا لا يخدم العملية السياسية في اليمن ولا يخدم عملية السلام في اليمن ولا يخدم السلام والامن الدولي في اليمن والمنطقة بشكل عام ما يراد لليمن اليوم من اعادة تقسيم وربما يكون برضى هذا الطرف او ذاك سيعود بالضعف تلقائيا على كل المنطقة تستطيع دول التحالف الضغط على هذا المكون الذي فنعته الامارات في عدن بكل وضوح تستطيع المملكة العربية السعودية الوقوف بحزن في هذا الملف بالذات واخراج الشرعية اليمنية كما نسميها من حالة الضعف ومن حالة هذا التشتت والشتات وعدم القدرة على التعامل مع الملفات ايضا الشرعية يجب ان تكون مبادرة في مثل هذا الامر وتطرح المقترحات لا تنتظر من التحالف ان يفعل الكثير على الشرعية برقالاتها بالرئيس ونائبه بكل القادة والاحزاب ان يكونوا ايضا مبادرين ولديهم طموح للخروج من هذه الازمة التي تقتاح اليمن او قيمة بضدارها على اليمن منذ ست سنوات نعم دكتور فيصل ارجو ان تبقى معي وسأستكمل معك الحديث عن جميع هذه الملفات لكن اسمح لنا ان يشارك معنا في هذا الحوار العضو مجلس النواب الاستاذ شوقي القاضي استاذ شوقي ان كنت معنا اهلا وسهلا بك انقطع الاتصال بالاستاذ شوقي اعود الى الدكتور فيصل الدكتور فيصل نحن نتحدث عن محاولات لتجاوز هذه القلافات السياسية ووصولا الى الحديث عن تشكيل حكومة البعض يرى بان تشكيل الحكومة واعطائها الفعالية سينعكس ذلك بلا شك على الواقع الشرعية في الميدان لكن حتى الان تبدو النقطة التي تتعثر عندها هذه المشاورات هو البداية بالشق السياسي وتشكيل الحكومة قبل اي اقراءات على الارض هل فعلا ان ذهب الجميع نحو خطوة تشكيل حكومة قبل احداث اي متغير على الارض امني او عسكري في عدن خصوصا هل سيقوي الموقف السياسي للشرعية والشرعية والحكومة بشكل عام يا سيد الكريم دعني اقول بعض الملاحظات التي قلتها على هذا التشكيل انا مع تشكيل حكومة وارضاء كل هذه الاطراف في الحكومة لكن على اعتبار ان اليمن تمر بمرحلة عصيبة هي مرحلة حرب وتحتاج الى حكومة حرب هذا الكلام قلت ودعني اكرره عبر قناتكم الكريمة يا سيد الكريم اذا كانوا يعني لديهم ثمانية مكهونات كما قالوا في تسريباتهم لماذا لا تتشكل الحكومة من ثمان شخصيات بالاضافة الى رئيس الحكومة يرأتها الرئيس هذه ونائب الرئيس علي محسين ويقود العملية لانها يعني البلد واقع في حالة حرب لا تحتاج كل هذا التمديد لا تحتاج كل هذا الكم الهائل وهذا التضخم في العدد الحكومي الان لدينا خلافات بين كل المكونات على من تسمي هذا وذاك وهذه حالة من الترهل لا تبشر بخير ولا تبشر ان الحكومة ستكون قادرة البلد بحاجة الى حكومة حرب بحاجة الى حكومة مصدرة يرأسها الرئيس هذه بنفسه لا ان يرمي بالملفات على فلان وننتظر من فلان ان يفشل وفلان ان ينقع البلد لا تحتمل الوضع لا يحتمل الوضع الانساني متفاكن اليوم ست سنوات والناس يعيشون في مآسي وترويع على تنظر الشرعية الى واقع الحال في المناطق غير المحررة المناطق التي تحكمها ضد الكهنوت والميليجيات لا ترى الناس يخرجون من محلاتهم الى الشوارع اليوم خرقوا غصبا عنهم اغلقوا المحلات في ايب وفي القز الذي معهم من تاعز مع الحوثيين وخرقوا من صنعهم من محلاتهم ليذهبوا بهم الى الساحات ليحتفلوا بذكرى المولد كما يسمونه ولكنها تظاهر سياسية على الشرعية ان تدرخ كم هي المعاناة عند هؤلاء وعند بقية المواطنين في بقية المحافظات وتتحرخ بفاعلية اكثر يا اخي البلد بحاجة الى حكومة حرط وجود حكومة قوية حقيقية لديها القدرة على تنفيذ القرارات ومهالقة المشكلات بكل تأكيد سينحكس على ملقة القضية اليمنية وسيسرع من عملية تحرير المناطق غير المحررة وتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة نعم دكتور فيصل اعادة الحياة وتطبيع الحياة واعادة المرتبات للناس واعادة الحركة الشبهة الموقوفة في المطارات والموانئ وفي ما بين المحافظات ورفع كل المحافظة هذه الفعالية هذه الفعالية دكتور فيصل اسمح لي أنقلها للضيفي عبر الهاتف عضو مجلس النواب الأستاذ شوقي القاطي أولا مرحبا بك سيد شوقي رحلان وسهلا بك وبيضيفك الكريم تحية طيبة لك سيد شوقي ونحن نشير إلى مسارات المعركة الشاملة مع الميليشيات الحوثية الثلاثة سياسيا وعسكريا وفكريا واليمنيون يخوضون معركتهم مع هذه الميليشيات في هذه الاتجاهات الثلاثة لكن واضح أنها تحتاج إلى مراجعات وتحتاج إلى إعادة تفعيل بشكل أفضل كيف يمكن تفعيل هذه المسارات بحيث تؤتي ثمارها وأكلها بشكل أفضل مما هو عليه الآن شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم الذي سمعته آخر كلامي وأن أتفق معه جملة وتفصيلة ويبدو أنه وضع النقاط على الحروف أخي الكريم يبدو أن هناك خلل واضحا ليس يبدو هناك خلل واضح جدا في أننا نفتقد ليس إلى حكومة حرب فقط وإنما إلى رئاسة حرب إلى قيادة حرب ومن ثم تأتي مكوناتها كلها لهذا الهدف يا أخي الكريم إذا كانت شرعيتنا تفتقد إلى غرفة عمليات ذات فراحيات مطلقة وذات مستوى عالي من اتخاذ القرار فمن أين ستأتي هذه من أين حقق هذه الأهداف يا أخي الكريم للأسف هناك ارتخاء وهناك نسيان تماما للأهداف يعني تخيل يا أخي الكريم ست سنوات الوطن يزداد لا سمح الله يزداد ضياعا السيادته تزداد ضياعا المواطن كما ذكر ضيفك الكريم الأستاذ فيصل يعني ينهار في كل مجالاته الاقتصاد ينهار المواطنون دخلوا نسبة الانهيار كبير جدا ولهذا ماذا سنتحدث يعني ما الذي يمكن أن يكون إذا أقرينا من البداية أنه لا توجد أصلا رئاسة حرب رئاسة دولة تتناسب مع أهداف المرحلة وبالتالي كل كلامنا الآن سيأتي تحت الحاطل نحن نتحدث الآن على اتفاق الرياض وثم نتحدث عن تسكيل الحكومة مناشد وإلى غير ذلك لكن للأسف الخلل في رئاسة الشرعية في قيادة الشرعية في الرأس الأكبر للشرعية بدءا بالرئيس هادي ونائبه ومن ثم جميع قيادات الشرعية الذين للأسف يبدو أنهم نسوا تماما ما هو هدفهم الاستراتيجي هناك هدف استراتيجي ينبغي أن لا يلسى وهو إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي وتعزيز مؤسسات الدولة لا أنهية مليشيا الحوثي بل لا زالت تتمدد وتهدد المحافظات المحررة وتعزيز مؤسسات الدولة مؤسسات الدولة غائبة ويعني أصبحت فقط لا غير تعتمد على شخصية المحافظ أو المسؤول هنا أو هناك من الذي يمكن أن يفعله مع شكرنا لكل من يقدمه جهدا لكن غرفة عمليات لتحقيق الهدف الاستراتيجي غائب تماما وللأسف يعني هذه النقطة الأولى غرفة عمليات لتحديد وتحديث وتفعيل الجانب العسكري فيما يتعلق بالجانب السياسي والفكري؟ أستاذ أخي الحبيب مختار عندما ضاعت هذه الغرفة ضاعت كل المكونات يعني على سبيل المثال عندما نقول غرفة عمليات لا نقصد فقط غرفة عمليات عسكرية عندما نقول غرفة عمليات الرئاسة وقيادة الشرعية ستنبتق عن ذلك غرف عمليات ستنبتق غرفة عمليات عسكرية تراقب الوضع وتتابع الكيش وتسليحه وتكوينه وتدريبه وإلى غير ذلك وحركاته غرفة عمليات أخرى لتعزيز مؤسسات الشرعية غرفة عمليات أخرى لإدارة الجبهة السياسية والدبلوماسية يعني تخيل هناك اتهامات لبعض السفراء بأنهم لا يشتغلون مطلقا لصالح أجندة الشرعية وتحرير اليمن بل بعضهم مشفوه والأدلة على ذلك أسماع كثيرة ليس المقام هنا يعني تخيل المنظمات الحقوقية المصطفى مع الوطن لا أخو المعاسين ولا قادة المصطفى مع الوطن تفتقر اليوم إلى أبسط أبسط الإمكانات لتواصل مسيرتها وأداءها هناك مؤسسات منظمات مجتمع مدني تحركت في بعض الدول بجهد لا بأس به لكنه شخصي وبالتالي غابت كل الجبهة يعني عندما غابت الغرفة العمليات البركزية التي وضعت أمامها هدف واحد وهو هدف إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي وتعزيز مؤسسات الدولة غابت بقية الجهود وما يتحرك منها للأسف مع الشكر لمن يتحرك ما يتحرك منها هي جهود ذاتية محدودة هنا أو هناك بل بل للأسف أصبحت مكونات الشرعية التي ينبغي أن تصطف في مواجهة مليشيا الحوثي وتعزيز مؤسسات الدولة في غرفة العمليات الاستراتيجية لأن هذا الهدف غاب ولأن هذه الغرفة غابت إن شغلت هذه المكونات بتصفية الحسابات فيما بينها وكأنها في مرحلة يعني استقرار وهدوء يسبق عملية الانتخابات فقط لا غير نسيت مكونات الشرعية نسيت أحزاب الشرعية نسيت الحوثي ونسيت تعزيز مؤسسات الدولة ونسيت من يهدد الجزر ومن يوقف المطارات والموانئ ومن يحتلوا منشآت بلحاف وغيرها نسيت تماما كل هذه المهددات وكل هذه الأعداد وانشغلت فيما بينها وما المعارك الجانبية إلا الدليل على ما ذكرته نعم الأساذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب شاركتنا هذا الحوار أشكرك جزيل أشكر وأعود إلى الدكتور فيصل الدكتور فيصل علي رئيس مركز يمنيونة للدراسات دكتور فيصل رغم هذا الخلل الواضح الذي أشرت إليه والذي يبقى يعني يعتبر من أعلى درجات التي صعبت حلحلة الوضع منذ وقت مبكر إلى أن هذه المعركة طبعا هي معركة جميع اليمنيين قادة سياسيين قادة أحزاب منظمات مجتمع مدني شيوخ قبائل ورجال قبائل ومواطنون ومثقفون ومفكرون الكل لابد أن يكون له دور وإسهام في هذه المعركة فإذا كانت هذه نقاط ضعف هل ينبغي التوقف عندها أم البحث عن أيضا وسائل تتناسب مع الوضع لتصد هذا الاعتداء والتجريف لليمن والهوية يا سيد الكريم أولا دعني أقول لك لابد أن تكون الشرعية وقيادات الأحزاب والذين هم اليوم في الواقهة من العسكريين والمدنيين يجب أن يكونوا جميعهم قدوة لبقية الفصائل والنخاب والمجموعة الأصغر التي ذكرتها عندما لا يجد الناس هذه القدوة لا يجد الناس هذه القيادة المضحية ويجدون تراخيا وفتورا وبحثا عن مناصب ومكاسب ومغانم ومحاصصة حزبية وطائفية وكهوية على حصص الحكومة وما يتعلق بها من وكالات ووزارات وإلى آخر ومن وظائف حكومية فهذا يعود بالضعف على قطاع المثقفين وعلى قطاع الإعلام وعلى قطاع السياسيين وعلى قطاع النشطة ويبدأ البعض يغازلهم من الأطراف الأخرى وهناك أكثر من طرف داخل اليوم في اليمن يعني كل طرف يريد أن يكسب هذه النخب إلى صفه والأصل أن يكون الجميع شرعية أحزاب مكونات شرعية يعني موضة سياسية وعسكرية ومدنية وعسكرية ونخب ثقافية ونخب إعلامية وقطاعات الاتحادات الطلابية والنقابات وكل المكونات التي تشكل المجتمع اليمني وتشكل يعني الجزء الكبير من النخبه يجب أن يكون الجميع في صف واحد لمواجهة يعني انهيار الدولة ويواجهون مشكلة عدم استعادتها إلى اليوم ويواجهون أيضا الحوثيين وغيرهم من يريدون تقسيم وتمزيق البلاد وإضعافها وإبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه نحن أمام معركة طويلة الأمد أولها عسكري سياسي إعلامي ثقافي تربوي يعني كل هذه الجبهات مفتوحة على مصراعيها وعلينا جميعا أنا لا أقول الشرعية فقط ولا أقول هذه الجهة أو تلك ولكن على كل النخابة اليمنية من المتطفين ومن المتعلمين ومن أهل الوعي عليهم أن يقوموا بواقبهم هل هناك مشكلة في الصوت؟ لا ليس هناك أي مشكلة نحن نستمع إليك جيدا سنخرج إلى فاصل قصير دكتور فيصل ثم نعود لنكمل حلقتنا وحوارنا عن تفعيل المعركة السياسية والعسكرية والفكرية مع الميليشيات الحوثية من جميع المكونات سواء شرعية ذاتها أو أنصارها ومسانديها أو أبناء الشعب اليمني فاصل ثم نعود مرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل القصير عدنا إليكم لنكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيفنا الدكتور فيصل علي رئيس مركز يمنيون للدراسات حول المعركة السياسية والعسكرية والفكرية مع الميليشيات الحوثية مراجعات وتفعيل في طار الحدود والإمكانيات لا ينقص التحالف دعم الشرعية إمكانيات ولا ينقص أيضا الشرعية التي تعتمد على إمكانيات التحالف الإمكانيات لكن إلى أي مدى تتوفر أو تقدم هذه الإمكانيات من قبل التحالف للحكومة سياسيا وعسكريا وفكريا هذه النقطة النقطة الثانية إلى أي مدى أيضا يتم استفادة الاستفادة القصوى من هذه الإمكانيات المختلفة أمر الرابع إلى أي مدى تتم إدارة هذه الملفات العسكرية والسياسية والفكرية جملة وفي غرفة عمليات موحدة الآن معنا عاد إلينا الدكتور فيصل علي دكتور فيصل أستكمل معك الحوار وفيما يتعلق بالشق العسكري واضح أن قيادات ورجال وأبطال في الميدان اليوم هم حاجز الصد الأول عن الجمهورية واليمن والشرعية بشكل عام وكذلك رأس الحرب الأولى التي تضرب الميليشيات وترهيقها وتكبدها الكثير من الخسائر لكن تبدو كثير من العمليات العسكرية كجزر معزولة عن بعضها كان من المفترض أن تكون الجبهات كلها متحركة وفاعلة من حدود صعدة إلى حجة إلى الجوف ومأرب ووصولا إلى البيضاء والضالع وتعز وغيرها هناك طوق يطوق الميليشيات من جميع الاتقاهات لكنه يحتاج إلى تفعيل أكثر كيف تنظر إليه من وقت نظر سياسية أيضا عسكرية وما الذي يحتاجه من وجهة نظره لا يوجد مشكلة كبيرة عند الضباط والقاعدة الميدانيين في مختلف الجبهات لا توجد لديهم مشكلة كأفراد وكضباط وكقنود المشكلة في عدم منحهم ما يحتاجونهم من معدات ومستلزمات للقيام بأعمالهم على أكمل وجه لديهم خلل في المعدات لديهم خلل في التسليح أيضا هناك اليوم تقنية جديدة دخلت في العملية العسكرية الطيران المسير قل لي اليوم ونحن نسمع ونشاهد يعني خلال الفترة الماضية طيران الحوثي المسير يضرب الجيش الوطني هنا ويدخل في العمق السعودي وفي الإمارات مرة أو مرتين تحركت باتجاه طيران المسير لماذا لا يمتلك الجيش الوطني مثل هذه التقنية والتي ليست بالغالية والتي ليست بعيدة عن التحالف ولا عن الشرعية يا سيدي الكريم يعني مجموعة لو أقالوا مجموعة من الوزراء للأربعة والعشرين القادمين يعني وأوقفوا مرتباتهم لمدة سنة اشتروا مجموعة منظومة متكاملة من هذه الطائرات بمرتباتهم ولا أسندوا الجيش في مواقعهم الجيش الوطني بحاجة إلى مرتبات بحاجة إلى تسليح بحاجة إلى أن يرى قيادات العسكرية وقيادات السياسية يعني قائمة بمقامها وتقوم بمهامها على أكمل وجه بعض هذه القيادات العسكرية الكبيرة والرفيعة ما زالت تعيش على النظام السابق وتعيش على الرديات وعلى التجنيد الوهمي هذا كله غير مقبول في معركة التحرير الوطنية بهذا الحكم الجيش الوطني بحاجة إلى إسنادنا بحاجة إلى إسناد الشعب له بحاجة إلى إسناد كل القوى وكل المثقفين لا نرد أي هزيمة أو أي انتكاسة أو أي إحباط نردها باتجاه الجيش أبدا الجيش الوطني يقوم بمهامه على أكمل وجه وأفراده بدون مرتبات تمر الستة الأشهر والثمانية الأشهر وهم على وقبة أو وقبتين هناك خلل كبير يعانوا منهم في مسألة التموين أيضا بعض قطاعات الجيش للأسف في بعض المناطق تحولت من العمل العسكري إلى أعمال أخرى كما يحدث في تائز وهذا يجب أن تعالق قيادة المحور في تائز وقيادة الجيش هناك لا نريد أن نسمع عن الجيش الوطني إلا كل خير نعم فهو القائد فهو القادر على حسم هذه المعركة برغم كل هذا الضعف أؤكد لك أنه قادر صحيح على أن يهزمهم من الذي اليوم مثلا في معارك مأرب يعني خلال هذه الفترة كم استعد الحوثيين وقادوا قطعانهم إلى الموت من الذي تصدى لهم هو هذا الجيش الوطني الذي يتهمهم بعض بالتقصير ما بالك لو تم تفعيل المعركة عسكريا بشكل أفضل داني دكتور فيصل استكمل هذه النقطة مع العقيد الركن يحيى أبو حاتم مستشار وزارة الدفاع أولا مرحبا بك سعادة العقيد يحيى أهلا وسهلا بك أبو ضيبك العزيز وجميع مشاهدين قناة تحيط تحية طيبة لك نتحدث عن المعركة السياسية والعسكرية والفكرية مع الميليشيات الحوثية وضرورة حدث مراجعات وإعادة تفعيل لها بشكل أفضل وحتى إن كان بعضها فاعلا فيحتاج إلى تفعيل من مستوى أعلى لتتناسب مع حجم الكارثة التي مرت بيمننا والذي ربما تحدد مستقبلا وهنا أسمع منك إلى كيفية تفعيل مؤسساتنا الدفاعية والعسكرية ضد هذه الميليشيات بشكل أفضل مما هو عليه الحال حقا لا يختلف إثنان على أن المعركة هي معركة وزودية لأبناء الشعب اليمني أمام هذا التغول وهذا التطرف والفكر الأسود الذي أتانا من فهة عمائم السوداء ومسألة المعركة العسكرية لم تكن مجدية إذا لم يكن هناك معركة فكرية وأعلامية تتزامن في نفس الوقت مع المعركة العسكرية التي يقودها الأبطال في جبهات القتال هناك معارك أخرى أهمها المعركة الفكرية التي لا بد أن تتحرك وبوثيرة عالية للتوضيح الأفكار المغلوطة والتي دخلت على الدخيلة على الفكر اليمني وعلى الشعب اليمني وعلى حضارة هذا الشعب العلي أيضا المعركة العسكرية كما تكلم بكل العزيز يجب أن يكون هناك مراجعة من قبل القيادة ومن قبل القيادة مع التحالف العربي لكل سواء من الأخطاء السابقة ومحاولة تصحيحها وتلافيها أو الإيجابيات ومحاولة تعزيزها والدفع بعجلة العمليات العسكرية بشكل أكبر اليوم هناك بعض الأشياء أخرت الحسب العسكري أو قد نقول أن عاطف العدو بعض الوقت لكي يتحرك هناك نتيجة إيجاب الجبهات الأخرى كل هذا نتيجة أنه لم يكن هناك توحيد لغرفة العمليات العسكرية بشكل واحد لم تكن الجبهات كلها تعمل بشكل متناسج أيضا ما حدث في الجنوب أثر بشكل سلبي على العمليات العسكرية وشتت جهود الحكومة الشرعية والتحالف العربي في تجاه آخر كنا بعيدين كل البعد عنه وفي غناع عنه اليوم أنا في اعتقابي أن الجميع مطالب وخصوصا الجيادة السياسية والعسكرية في الحكومة اليمنية وكذلك التحالف العربي بإعادة النظر في كل العمية العسكرية نعم دكتور يحيى هل ما زلت معي؟ نعم معك أخي الكريم معك ختمت الحديث وكأنه انقطع بناء الاتصال أنني استشعرت أن الخط قطع ولذلك توقفت ولذلك أقول إذا سمحت لي في إكمال الحديث تفضل أن نحن اليوم أمام معركة كما تكلم فاطلة وهذه المعركة لم تعد يمنية يمنية اليوم المعركة هي ما بين التبدد الإيراني أو الغزو الإيراني وما بين المنطقة العربية ككل اليمن أصبحت ساعة حرب جماعة الحوثي حولت المناطق التي تحتلها إلى قاعدة لانطلاق يعني إيران باتجاه المملكة العربية السعودية سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة نحن اليوم أمام معركة مفصلية للأمة العربية ككل ولن تكون الأمة العربية في مأمن ما لم يكن هناك دعم كبير جدا للجيش الوطني والأرطاء للجيش الوطني وللحكومة الشرعية وتمكين الحكومة الشرعية من مؤسسات الدولة ومن مارساتها ما على الأرض ويعني بإحداث نقلة نوعية سواء في العمل الخدماتي أو في العمل العسكري على الأرض فأنا في اعتقالي أن اليمن ستسلم لا سمح الله على طبق من ذهب الإيران اليوم إيران تدفع بكل ثقالها مع هذه الجماعة يعني سواء عسكريا أو سياسيا أو حتى اقتصاديا في المقابل نحن اليوم مع التعالف العربي ومع الأشقات المملكة العربية السعودية نجي في خندق واحد ويجب أن تتلقى الحكومة الشرعية كل الدعم أنا أتكلم على الدعم العسكري الدعم السياسي الدعم الاقتصادي نحن أمام معركة ستلتهم الجميع إذا لم يتوحد الجميع وأنا عني توحد كل الأمة العربية مطالبة أن تقبل جانب المملكة العربية السعودية التي تستجد إلى جانب اليمن في معركة المصيرية والمعركة اليوم لم تعد معركة اليمن وأن معركة المملكة ككل الجيش الوطني يقاتي نيابة على الأمة العربية بدعمنا لشجاء في المملكة العربية السعودية ويجب أن يصمت هذا الجيش وأن يدعم هذا الجيش حتى يستكبل المعركة ويحرر كل أراضي الجمهوري اليمنية العقيدة الركنية يحيى أبو حاتم مستشار وزارة الدفاع شاركتنا هذا الحوار أشكرك أجزي للشكر سعادة العقيد شكرا جزيلا مرة أخرى وأعود للدكتور فيصل فيما يتعلق بالمعركة الفكرية وإن كان هناك الضعف واضح من قبل الحكومة الشرعية والشرعية بشكل عام فيه دارت هذا الملف واعتماده بشكل كبير على ثقافة اليمنيين وحميتهم في الدفاع عن هويتهم وكذلك اعتمادها على المفكرين والناشطين طوعيين أغلبهم في هذا الإطار إلى أن هناك يعني جوانب قصور كان يفترض أن تتلافاها من ضمنها عملية تعديل المناهج بما يتناسب مع المرحلة خصوصا أن هذه المناهج الموجودة اليوم لا مستقبل لها لأن أي تسوية قادمة أو أي توافق سواء عسكري حل عسكري أو حل سياسي لن يبقي على هذه المناهج بهذه الصورة لابد من أن تتضمن الواقع ومستجداته ومعاناته لكن حتى الآن ليس هناك جهود من قبل المعنيين سواء في وزارة التربية والتعليم أو غيرها لمحاولة إحداث إصلاح يتناسب مع هذا المستوى الفكري بينما الحوثي عبث بالمناهج تماما بما يتناسب مع فكره فما تعليقك على الجانب الفكري وضرورة تفعيله سيد الكريم نحتاج يعني في هذا الجانب في مسألة الجانب الفكري نحتاج إلى لملمة كل هذه الجهود المباثرة ألا ترى يعني أنت كزميل وصديق عزيز ألا ترى أن هناك نتاجات فكرية وندوات وأعمال تصد في خدمة القضية اليمنية وتذب عن الهوية اليمنية وتدافع عن حق يعني حق الشعب اليمني في استهادت دولته وتدعم الشرعية بشكل أو بآخر لدينا كثير من الشباب اليمنين اليوم لدينا كثير من المخونات الجديدة التي نشأت نتيجة لهذه الظروف تقوم ببعض النتاجات الفكرية هنا أو هناك في ماليزيا وفي تركيا وفي غيرها من الأماكن وأيضا في الداخل اليمني في تعيض ومأرب لا نستطيع أن ننكر ما يقوم به الشباب في حضرموت وسيئون وكثير من المحافظات اليمنية هذه القهود بحاجة إلى لملمتها وزارة الثقافة لا أعتقد أن لديها مثلا برنامج طموح للاهتمام بهذه القضية هناك بعض القهات مهتمة وتعمل لكنها غير حكومية نريد اليوم التنسيق ما بين القانب الحكومي الرسمي بين وزارتي الألام ووزارة الثقافة وأيضا وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي كل هذه القهات هي قادرة على صناعة فكر وثقافة جديدة يعني تحسى اليمنين على المزيد من المقاومة على المزيد من الحفاظ والإصرار على مكتسبات الجمهورية مكتسبات الدولة على هوية اليمن التي يراد لها أن تتغير اليوم إلى هوية جديدة اليوم اللون الأخضر هوية الحوثيين الجديدة اللون الطحالب هذا يراد أن يكون هوية لليمنين ما هو دور القوى السياسية اليمنية ما هو دور المثقفين هذا ما يجب أن يكون الشغل الشاغل لهذه الوزارة التي تحدثت عنها المعلم اليمن اليوم يمر بأسوأ ظروف لكن لا نعفيه من قيامه بدوره في المقاومة والحفاظ على مكاسب الجمهورية والدفاع عنها هذا المعلم باستطاعته أن يقول الكثير من الكلام لطلابه بعيدا عن المناهج التي لم تتغير وبحت أصوات الناس لأجل تغييرها في المناطق المحررة وفي غيرها من المناطق الحوثي اليوم يغير المناهج بناء على عقيدة الفكرية عقيدة الدينية الثيوقراطية الغير وطنية والغير منسقمة مع مبادئة الجمهورية والتي تشير إلى انقلابه المناهج بالطرف الثاني في المناطق المحررة ومناطق الشرعية والقالية في الخارج لم يتغير كثيرا ولم يتغير البتة ليس كثيرا ولا قليلا إنما ندعو المدرسين أن يقوموا بدورهم في عملية المقاومة والصد يعني والصد عن الجمهورية والدفاع عنها هذا هو دورهم المناطق بهم ليس اليوم مجرد موظفين عند الدولة مثلما القنود ليس لديهم مرتبات وتتوقف مرتباتهم ويتعرضون للقتل والإبادة والمخاطر أيضا المدرس يجب أن يقوم بدوره المثقف اليمني لا يجب أن ينتظر من الشرعية أن تمنحه المال أو المناصب أو غيره يجب أن ينسجم موقفه مع موقف الشعب اليمني تماما وعلى الإطلاق لا يجب أن ينظر إلى الأحزاب مثلا وإلى المحاصصة وإلى غيرها ويصاب بالإحباط بسبب سوء الأوضاع ليس اليوم وقت إحباط وليس اليوم وقت هروب من الواقع وليس وقت تهرب من دفع ضريبة الوطن التي يعني يجب أن يدفعها الناس كلهم اليوم لاستعادة هذا الوطن المنهوب عليهم أن يقوموا بدورهم بتوعية الشعب بتوعية الجمهور بالخروج للعالم سواء الخروج يعني المقيمين في اليمن عليهم دور والمقيمين خارج اليمن عليهم أيضا أدوار لا يتهرب الجميع من هذه الأدوار ويرموها على هذه وعلى شرعيتها هذه هي يا سيد الكريم ليست شرعية هذه فقط هي شرعية الشعب اليمني ليست شرعية الأحزاب ولا شرعية النخط هي شرعية الجميع شرعيتنا كلنا يعني المسألة اليوم حرب وجودية على اليمنين حرب هوية وحرب فكرية وحرب تربوية وحرب إعلامية على الناس أن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية وزارة الإعلام يعني دورها كبير وفاعل كم برنامج ثقافي يدع من القنوات الرسمية كم برنامج ثقافي وتفيدها عامر قناتكم أن تنجي تهيلة وعامر القنوات المماثلة والداعمة للشرعية الممانعة من المواطنين دكتور فيسر وعيد النظر في خارطة البرامج المواقع الصحفية أيضا عليها صحيح الدور الإعلامي أيضا تحتاج إلى تفعيل ليس وقت المناسبات فقط وليس وقت المناسبات الوطنية تبدأ الأعمار يجب أن تستمر هذه الأعمار يعني طيلة الأيام حتى ننتهي من مشكلة الإعلامة على المقارعة دكتور فيصل أيضا الجانب الإعلامي الذي أشرت إليه في غاية الأهمية وهو عندلك ضمن المواجهة الفكرية مع هذه الميليشيات وتبيين وتفنيد فكرها أشكرك جزيل الشكر وصلنا معك إلى الختام دكتور فيصل علي رئيس مركز يمنيون للدراسات كنت معنا سعيدين بك أشكرك جزيل الشكر شاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة تحياتنا جميعا لكم نستبدعكم الله وإلى اللقاء شكرا